دلوقتي معاك فرصة سهبية جدا تقدر ترجع من خلالها اي محزوفات من جهازك حتى لو انت عملت فورمات وده كله بخطوات بسيطة جدا وعن طريق برنامج احترافي احنا معانا النهاردة نسخة من البرنامج دوت هاشرح لك ان شاء الله كل نسخة بتعمل ايه بالزبط بتقدمها لنا شركة قومي الشركة العملاقة اللي هي عاملة عروض على برامج مهمة ومنها برنامج او برامج كتير فري الى لمت معين تمام يا شباب نحدد الى لمت معين ومنها برنامج النهاردة ان شاء الله وده بنسخة مجانية من الشركة وتقدر تستخدم البرنامج ده لمدة سنة على جهازك فري وترجع كل الملفات اللي اتحزفت من جهازك بطريقة سهلة ما تروحوش بعيد وانتظروا الشرح للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي في الله من كل مكان يا رب اكونوا بخير ومعاكم احمد رقفة من قناة المتخصص المعلميات في فيديو جديد النهاردة بنتكلم عن طريقة ارجاع اي ملفات محزوفة من جهازك او اتحزفت بالخطأ حتى لو انت عملت فرمات للجهاز بتاعك بتقدر ترجع الباقب للسيستم بتاعك كله او لو انت مثلا اشتغلت على النسخة بتاعتك وبواست فيها حاجات وانت عامل ريكافر او عامل نسخة حفز للنسخة بتاعتك بتقدر ترجعها برضو عن طريق البرنامج والبرنامج التاني وهو ان انت تقدر ترجع اي ملفات صور فيديوهات ملفات صوتية ملفات ورد اي حاجة تقدر ترجعها انت حزفتها من على الهارد بتاعك بكل سهولة الكلام ده ينطبق على فلاشات هنجربها برضو ان شاء الله في فيديو تاني وهنشوف ينطبق اننا اقدر ارجع من على الفلاشات بس انا جربته ونفع ورجع معايا حتى انا بعد ما عملت فرمات للفلاشة يبقى ده هنطبق على الهارد بتاعك اللي انت مركبه او هارد اس اس دي خارجي او ان شاء الله فلاشة او كارت مومور تقدر من خلاله ان انت ترجع اي ملفات حزفت من على الجهاز بتاعك مش هنطول في الشرح ونخش في الموضوع على طول ان شاء الله لينك البرنامج انا هسيبه لك فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو او في كومنت مصبت انت ما بتخش على اللينك هيفتح لك الصفحة اللي انت شايفها دي ودي عروض هي عاملها وكلها زي ما انت شايف اي حاجة هي زيرو اه دولار يعني البرامج فري جدا من الشركة وهي عامل عروض على كده لمدة سنة فتقدر ان انت ترجع اي برنامج من اللي انت شايفهم دول كل برنامج من ده اه حاجة معينة بيعملها طبعا ده اللي هو بتاع تقسيم الهارد لو انت عايز تقسم الهارد وده لو انت عايز تعمل باسورد لاي حاجة عندك وده اللي هو اللي هو باسترجاع الملفات المحظوفة زائد ان في برامج تانية تحت انت تقدر تعرف ايه هي البرامج دي وتقدر تشغل عليها وبرضو هي فري جدا على جهازك تقدر تنزلها وتشتغل بها النهاردة كلامنا عن ايه عن اا 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 اومي ماي رقوفري بيو لو انا اضغطت على جيت ايت ناو كده بيبتد ان هو يدخلك على الخطة بتاعته مودي المجانية وهنا اومي هتدوس على كلمة دولود فور فري بيبتدي البرنامج ينزل معاك بكل سهولة على الديسكتوب وهو ده الايكونة بتاعت تنزيل البرنامج تمام تمام هتضغط دابل كليك على البرنامج وتبتدي تسطبه بالطريقة العادية دي جدا نيكست 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 لغاية ما البرنامج يتسطب معاك وينزل على الجهاز بتاعك بالطريقة دي تمام يا شباب بيبقى ده ايكونة التسطيب بتاعت البرنامج دوبلكليك على البرنامج بتاعنا بيبتدي يفتح معاك بواجهة بسيطة هيجي رسالة يقول له يس بعد كده بيبتدي يفتح معاك بيقرى بيانات الهارد عندك كله بعد كده يفتح معاك داب هيقرى ايه هيقرى على الهارد هيقرى فيه فلاشات متركبة ولا لا هيقرى فيه هارد اكسترنال متركب ولا لا تمام يبقى اي هارد او اي حاجة خارجية متركبة عندك على الجهاز البرنامج هيقراها. دلوقتي انا مش بركب حاجة غير الهارد الدخيل بتاع اللابتوب فهو اروري البرتشنات الموجودة على الجهاز اللي هو السي والاف والام وفايل سيستم ده اللي هو ملفات او الحفز النسخة بتاعت النظام نفسه وده برضو هنحتاج لها بس لما اجي اشرح لك البرنامج التاني. طيب انا دلوقتي عايز ارجع مسلا اي حاجة تحزفت عندي من اي برتشن. هتبتدي تعلم على اي برتشن انت عايزه مندول مسلا وليكن هنا وابتدي اقول له ستارت سكان بيعمل اي بيبتدي زي ما انت شايف تحت هو ده العداد اللي شغال بيقرأ معي بيبتدي يقرأ اي محزوفات حضرتك حزفتها من على البرتشن بتاعك لمدة ويبتدي يرجعها لك على البرنامج وتبتدي ان انت خطوات بسيطة جدا بتعلم عليها وتبتدي تنزلها تاني على الجهاز بتاعك. طبعا هو بيعمل اسكان براحته لو انت عايز تدور على حاجات كتير فها بيبتدي ان يعمل اسكان للملفات الموجودة عندك في الفولدر او البرتشن بتاعك. هنا دليت فايلز هو بيقولك ان هو قاري لغاية دلوقتي 274 ملف محزوف والرساكل بين 23 واضر ميسينج فايلز 45 ملف محزوف. انت عايزة نزل اي حاجة او عايزة تفرج وهما شغل ما يمكن الحاجة اللي انا عايزها تكون نزلت ومش عايزة كمل السكان بتاع الفولدر ده. او البرتشن ده. بتيجي عادي يدوس على السهم يتعلم عليه كده بينزلك مجموعة ايكونات والبيبر ازر فايل دوكومنت و امج و اوديو فانت بتعلم على اي حاجة انت عايزة بيبتدي يعرض لك كل ده كده انا كان عندي محزوف. حتى الصور كل ده جي بي جي كل ده بيبقى عندي كان محزوف. لغاية دلوقتي لغاية بس ما يطلع اي الصور المحزوف عندي. ولو ملفات برضو بيبتدي يطلعها هولاك كل حاجة انت حزفتها عندك من على الجهاز. بيبتدي ان هو ايه يعرض هولاك. حتى هنا في الريساكل بيننا برضو لو انا ضغط بيبتدي يعرض لك اي ملفات انت حزفتها عندك من على الجهازة ايه? وبالنسبة للدليت فايل برضو اي حاجة انت حزفتها بيكون موجودة هنا. طب انا دلوقتي عام محمد عايز انزل اي حاجة من الحاجات اللي نزلت دي. بتبتدي ان انت تعلم عادي على الفوردر اللي انت عايز تنزله مسلا واجه على اي ملف هنا كده ببتدي اضغط على علامة الصحة اللي انا عايزها دي. بيزهل لك هنا الريكوفري الفايلز بتاعة بالميجات بتاعتها عدد الميجا او كيلو بايت اللي هو موجود. بعد ما بعلم ببتدي اضغط على الريكوفري بيبتدي ان هو ينزل لك او بيقول لك اختار المكان اللي انت عايز تحفز فيه مكان التنزيل. وليكن مسلا الديسك توب انا عايز احفزه هنا واقوله سلكت فولدر في ثواني معدودة اهو تمام يعني تم تنزيل الملف اللي انت اخترته بكل النجاح. لو نزلت دي تحت كده ادي ملف الريكوفر اهو. ده ملف اللي انا اخترته للريكوفر على الديسك توب. واجه افتح بلاقي كل حاجة انت عايزها بتعتبر ان هي نزلت. ادي الصور تمام يا شباب اللي هي اتحزفت. و ادي ملف البي دي اف اللي انا حددته. طبعا هو نزل لي معا الصور لان انا كنت هنا محدد على ايه الصور بتاعتنا ان هي تنزل. تمام ادي الصور انا معلم عليها. فنزلتها مع ملف البي دي اف ده اللي انا نزلته. يبقى ده كده اه برنامج تنزيل لو انت عملت فورمات لاي عندك على الجهاز بيبتدي ان هو ينزل لك الملفات المحزوفة. والله انت عايز تعمل له اوب جريد. تمام يا شباب? ولو انت حبيت تبحث عن اي تحديث علي فشفت التلات نوع الشرط اللي تحت دول. ببتدي اضغط عليه واعمل check for update لو انت عايز تشوف اي اوب دي لك ان انا هنا محدث your version is up to data اخر تحديث نزل للبرنامج. عايز تشتريه علشان نسبة البحث على الملفات المحزوفة تكون ادق. تقدر تشتريه عدد من الموقع بعصار بزيتها جدا. ويكون فري معاك لمدة سنة برضو تانية غير السنة الفري. وتقدر تشتغل بيه بكل سهولة وترجع جميع الملفات المحزوفة من على جهازها. الشركة مقدمها لنا عروض جميلة جدا. بصراحة شكرا لها. اه ده كده بالنسبة لي اول برنامج معنا النهاردة ان شاء الله. وهو البرنامج الاومي اللي هو الخاص بيه. تمام يا شباب? طيب ايه تاني برضو معنا من شركة اومي. وهو وان كاي باكب اللي انت عميه. طب بتاع ايه ده يا عم احمد. برضو ان شاء الله انا هسيب لك لينك التحميل في صندوق الوصف. وهو هو free download شغال مع اول الفين واثنين و ويندوز حداشر وعشرة. وايت بوينت وان وايت و سيفن. يعني شغال مع جميع انظمة الويندوز يعطوه. تمام يا شبابه? برضو البرنامج مجاني تماما بتقدر ان انت تنزله. هتضغط على free download هيبتدي البرنامج ينزل معك بكل سهولة وهو البرنامج ده. طريق التسطيب وما فيش اسهل منه برضو زي البرنامج الاولاني. دابل كليك ونكس نكس نكس لغاية ما البرنامج يفتح معك. بعد ما بيتسطيب دي ايكون التسطيب البرنامج بتاعنا هو اومي one key recovery. بيبتدي اضغط عليها double click بيطلع لك رسالة بقول له يس بيبتدي يفتح لك الوجهة البسيطة اللي انت شايفها دي. برضو بيبتدي يشتغل على اراية ملفات النظام بتاعها. تمام تمام. ايدي الوجهة بتاعتنا هي بتاعت البرنامج. طيب. ايدي في اي اتنين ايكون هنا ودي one key system backup ودي one key system recovery backup ده لو انا هعمل نسخة احتياطية دلوقتي. لو انا هعمل نسخة احتياطية دلوقتي من ملفات النظام عندي والنظام بتاعي تمام يا شباب. يبقى هنا لو انا هعمل ملفات. وانا هنا لو انا اللي هختار system location ان انا احفظ في الملفات بتاعتي بتاعت. لو انا حبيت ارجعها في اي وقت ارجعها بتختار. ويبتدي تضغط على كلمة نكست بيبتدي يحمل معك ملفات النظام لغاية ما بيخلص ويقول لك. اوكي. طيب. انا دلوقتي في اي وقت من الاوقات خلصت مسلا البكت بتاعه وحصل معي مشكلة في النسخة او ستبت نسخة جديدة. وقدرت ان انا طبعا ده انا بشيله جوه البرتشن ما لاحظتش يسيب على دسك توب عشان لنسخة ويقعك. وغيرت نسخة وعايزة بتاعي زي ما هو. ببتدي اصدت بالبرنامج ده تاني وادخل هنا على اي وان كاي ببتدي اضغط عليها كده بيقول لك هنا اختار ايه اختار او موقع اللي انت شلت فيه ملفات النظام بتاعك وببتدي اضغط على بروز بيفتح لك الجهاز عندك وتختار الايكونة عادة اللي انت اخترتها وتقول له وبعد كده كلمة دي بتظهر معك ببتضغط عليها بيعمل لك لملفات النظام واخر ح سقوط النسخة بحيث ما فيش اي ملفات تضيع منك. يبقى ده تنين برنامج بصراحة من شركة اومي اه ممتازين جدا. واحد خاص بيارجع ملفات المحزوفة. والتاني خاص بالنظام نفسه. آآ ولو في اي مشكلة معك سبها لي في الكومنتات وانا بتواصل معك ان شاء الله وهوصل معك الحل. ده كان كل موضوع فيديو النهاردة. يارب بيكون الفيديو عجبك وافادك وشير للغير عشان غيرك يستفيد. وما تبقاش بخير معي وانزل اعمل لي لايك على الفيديو واشترك بالق وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا السلام عليكم.